السلام عليكم يا اهلا بكم في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نخلي عملة البيبال الرئيسية هي الدولار او اليورو زي ما اتحب يعني تمام دي الصفحة الرئيسية وعملة حساب بتاعي هي اليورو دي العملة الرئيسية انا بالنسبالي بحب اخلي عملة حساب بتاعي رئيسية هي الدولار فبعمل ايه بضط على التلات نوعات دول واختار من هنا الانتقال الى رصيد بيبال بتفتح معي الصفحة دي بل تحت شوية كده بقول لي الاجمال التقديري لكل العملات انا طبعا لسه الحساب جديد لسه زيره مفوش اي اموال فهنا اجاب لي ان الحساب بتاعي في عملتين متاحين اللي هي اليورو والدولار ممكن اضيف عملة من هنا كده بالشكل ده اقول له ضافة عملة بختار اي عملة انا عايزها ممكن اقول له مثلا جني استرليني واضافت عملة بالشكل ده تم اصبح عندي تلات عملات ممكن اضيف بقى العملات اللي انا عايزها بالشكل ده تمام بنص الطريقة طيب نرجع بقى الموضوعنا انا دلوقتي عايز عملة الحساب بتاعي رئيسية تبقى بالدولار باجي هنا عند الدول وضعت على تلات نقط دول واختار جعلها عملة رئيسية بالشكل ده تمام دولار امريكي تحديد هذه العملة كعملتك الرئيسية من المفترض ان يزال رصيدك الاجمالي بهذه العملة في حال وجود عملات عديدة في محفظتك جعلها عملتك رئيسية او جعلها عملة رئيسية بالشكل ده تم كده العملة الرئيسية عندي هي الدولار مكتوب بصدق كلمة رئيسية حاليا حساب ده غير مفاعل بفيزا ومبهوش اي اموال الفيديو جديد ان شاء الله هنحاول نبعت له فلوس هنشوف هيستقبل فلوس ولا لأ عشان نختبر ونشوف هل حسابات الغير مفاعلة تقدر تستلم فلوس ولا لأ ولو استلمت فلوس بالفعل هنجرب برضو نبعت منها نحول منها لحساب بيبال تاني بقى مفاعل هنشوف في الحسابات الغير مفاعلة تقدر تحول فلوس لحساب بيبال تاني ولا لأ بتوفي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته